تحت عنوان اطفائي كويتي يتهم مباحث الاردن بسحله نشرت جريدة الراي في عددها الصادر اليوم تفاصيل حادثة مأساوية تعرض لها اطفائي كويتي يدرس في احدى اكاديميات الاردن على ايدي رجال المباحث وذلك عند خروجه من اكاديمية الامير حسن للحماية المدنية حيث لاحقته سيارة مدنية تفاجأ فيما بعد انها لرجال المباحث الذين قاموا بضربه لاكثر من 15 دقيقة قبل ان يجبروه على توقيع ورقة دون ان يعلم ما فيها وقد توجه عقب ذلك الى سفارة الكويت في عمان واتخذ المسؤولون هناك الاجراءات اللازمة من عمل محضر شرطة وتسجيل قضية